ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تيست اختبار اني نتفرع الوحدة الرابعة من كتاب المعاصر للصف الثاني الاعدادي الوحدة الرابعة عندي هنا اول سؤال معي خاص بلسنينج الاستماع لسن استمع ان شوز واختر ذاكرك تانصر الاجابة الصحيحة بيجيب لي فقرة باستمع اليها جيدا ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة ببدأ ان انا اجاوب على الاربع اسئلة اختيارات لسنتم اسمعوني كده الفقرة بتقول المصريين القدماء كانوا مهيرين واسكياء جدا استخدام الاواني والسلطانيات لصنع الطعام هذه الاشياء والقطع الاسرية مصنوعة من السلصال السلصال ده كان مأخوص اصلا من ايه؟ من نهر النيل فقرة سهلة جدا نشوف كده اول سؤال معايا في الاختيارات بيقولي هنا اللي هما مين؟ المصريين القدماء كانوا ايه؟ جدا يعني كانوا سيئين يعني معنى شرير او شر ولا كليفر يعني ماهر او زكي ولا استود يعني غبي؟ طبعا كانوا ماهرين جدا رقم اي 2 المصريون القدماء استخدموا ايه؟ لصنع الطعام استخدموا بوتس الاواني بولز اللي هي السلطانيات ولا بوتس ان بولز الاواني والسلطانيات ولا بلاستيك بليتس ولا الاطباك المصنوعة من البلاستيك اطباك مسطحة او مفلطحة كده مصنوعة من البلاستيك طبعا استخدم بوتس ان بولز الاواني والسلطانيات رقم 3 بيقولي هنا ايه؟ بوتس وير ميد اوف البوتس الاواني دي كانت ايه؟ ميد اوف يعني مصنوعة من كانت يا ترى مصنوعة من ايه مط مصنوعة من الطين ولا كلي السلصال ولا وضع ولا الخشب ولا ميدل ولا المعدن طبعا كانت مصنوعة من ايه كلي السلصال رقم اربعة كلي السلصال وستيكم فروم يعني كان مأخوز من كان مأخوز من ايه سي من البحر بيتش ولا من الشاطئ ولا ليك يعني خدوه من البحيرة ولا ريفر نايل ولا من نهر النيل طبعا كان مأخوز من ذا ريفر نايل من نهر النيل نيجي بعد كالجزء الخاص بالمحادسة والحوار اكمل اذا فرون دالك الحوار التالي اجايد يعني مرشد بيعرض كده لبعض السائحين او السياح يبقى جايد اللي هو المرشد بيعرض لتورس السياح ده كارنك تيمبل المعبد بتاع الايه معبد الكارنك هنا تورس السائح بيلي معزرة يعني الحجر الطاول ده بيضعه ويسمع ايه طبعا هنا بيسأل عن حجر مين لسا هنشوف هنا تورس السائح بيسأله سؤال جايد هنا قال له هنا ايه نيدل المسلة دي از نيرلي ثيرتي ميتر طول حوالي تقريبا الطول بتاعها تلاتين ايه تلاتين متر تمام يبقى هنا بيكلم عن ايه مسلة المالكة كيلو باطرا يبقى كيلو باطراز نيدل مسلة كيلو باطرا كيلو باطراز نيدل مسلة المالكة ايه كيلو باطرا فبيقوله طولها حوالي تلاتين متر بيسأل عن ايه بيسأل عن الطول طولها قد ايه how tall is it how يعني كم طول is it طولها قد ايه هنا السائح بيسأل سؤال المرشد قال له هنا their hierographic writings دي كتابة باللغة الايه باللغة الهيروغلوفية تمام يبقى بيسألوا هنا ايه ايه الكتابة اللي عليها دي تمام يبقى what يعني ما او ماذا are the writing on it the بيسأل على writing الكتابة on it يعني عليها طب ايه الكتابة اللي عليها قال له دي كتابات هيروغلوفية هنا السائح بيقوله built it built يعني بنا طب مين اللي بناها قال له حاجة وقال له they were great people ده هما كانوا ناس او اشخاص ايه جريت يعني رائعين يبقى طبعا اللي هما الفراعينة the fairs الفراعينة the fairs الفراعينة the fairs الفراعينة فهنا السائح بيقوله حاجة المرشد قاله your welcome يعني العفو او على الرحب واسع يبقى هو بيشكره يبقى thanks a lot شكرا جزيلا نجي بعد كه الجزء الحاص بالفكرة بتاعتنا او القراءة reading بيقوله هنا objects الاشياء او القطع الاسرية from the past من الماضي can help us ممكن هي تساعدنا to understand ان احنا نفهم بتساعدنا ان احنا نفهم what life was like الحقيقة كان شكلها ايه من years ago منذو سنوات عديدة they can also show ذي هنا بتعيد على objects الاشياء كمان ممكن هما يعرضونا او يوضحونا that we use many of the same objects today احنا ممكن نكون لسه بنستخدم نفس هذه الاشياء لليومنا هذا او لهذا اليوم انجبت في مصر القديمة من ايبوب الكتير من الناس استخدموا الايه استخدموا المرأة to help them عشان تساعدهم paint around ان هما يدهنوا حول their eyes عيونهم this way not just to make them look good لا اللي هما بيعملوا ده او الطريقة دي مش فقط عشان خاطر ان هما يبدو جيدين look good لكن كمان عشان ايه the paint لكن الدهان اللي هما بيعملوا حولين عينوهم ده help to protect their eyes بيساعد ان هما يعني هما يحموا عينوهم from the sun من الايه من الشمس and كبت اوي كبت اوي يعني يبعد وكمان يبعد ايه يبعد insects يبعد عنهم الحشرات المرآت دي كانت نشوف الصفحة اللي بعدها عندي بعد كده صفحة ميتين اربعة وثلاثين بيقول هنا المرآت بتكون مصنوعة من المعدن وبيكون عليها ايه بيكون عليها تصميمات شيقة او جميلة المرآت بتكون فين في بيتك المصريين القدماء استخدموا الاواني and برز والسلطانيات for making food لصنع الطعام these objects هذي الاشياء were made of clay مصنوعة من السلصال which came from the river nile السلصال اصلا جايبين من نهر النيل بينما بعض الناس كانوا بيخلطوا المقادير او المكونات بتاعة الطعام impulse في السلطانيات other people الآخرين use stones استخدموا الاحجار to mix the ingredients عشان يخلطوا بها الايه استخدموا الاحجار كده عشان يخلطوا المكونات impulse في السلطانيات how do we make bird today ازاي احنا بنعمل الخبز اليوم اول سؤال عندنا يقول هنا the underlying pronoun they الضمير هم يشير الى الضمير يشير الى years الى السنوات ولا objects اللي هي الاشياء او القطع الاسرية ولا designs بيشير لي التصميمات ولا mirrors المرآة طبعا they بتشير الى objects الاشياء رقم اتنين the underlying word الكلمة اللي تحتها خط يعني يعني يحمي means ايه الكلمة اللي بتسويها make يصنع attack يهاجم ولا help يساعد ولا keep safe keep safe يعني يحفظ امن او بيحافظ على الامان او يحافظ على الامان او الامن طبعا كلمة protect يحمي بتسوي كلمة keep safe يحفظ امن او بيحافظ على الامان بيحمي الشيء بيحافظ على امان رقم 3 تقدر ان انت تشوف نفسك فين بقى في السلطانية هنشوف كده نفسنا في السلطانية ولا في المرأة ولا في الاواني ولا في السلصال بنشوف نفسنا في المرأة نجي بعد كده يقول عايز هنا ايه عايز عنوان مناسب لي للفقرة بتاعتنا طبعا بيتكلمنا عن الاشياء او القطع الاسرية للمصريين والكدماء هنقوله هنا انشان ايجبشن المصريين الكدماء الاشياء الخاصة بيهم او القطع الاسرية الخاصة بيهم بعد كده طب ايه رأيك في المصريين الكدماء طبعا كانوا ماهرين يبقى يعني هم كانوا كليفر او كليفر بيبو الناس ماهرين كليفر بيبو الناس او اشخاص ماهرين بعد كده رقم 6 بيقول طب هما المصري الكدماء استخدموا المرآة في ايه طبعا استخدموها عشان يدهنوا كده حاولين عينيهم يبقى they used them هما استخدموها they هم المصريون الكدماء used يبتغل في الماضي عشان did them them هنا بتعود على المرآة او اكتر من المرآة يعني المرآة الجامعة هما استخدموها تمام ليه بقى for painting for painting عشان يلونوا around their eyes عشان حولا عينيهم around يعني حولا there ايه استخدموه كده حاولين عينيهم بعد كده عندي الجزء الخاص بي الاختيارات بيقولي هنا يوم مصن يجب ألا نقط رابش here رابش اللي هي القمامة here يعني هنا يجب ألا تلقي القمامة هنا بعد مصنت او مصت لابد ان يأتي الفعل في المصدر drop المصدر dropped في الماضي to drop to one master dropping verbal ing هاختار المصدر يجب ألا ترمي او تلقي رابش here القمامة هنا رقم اتنين what when i found you لما انا اتصلت بيك طب انت كنت بتعمل ايه لما اتصلت بيك رقم واحد اذا كلمة الاستفهام بعدها واضع ورع على حسب الفعل والverb ing aware do aware you don't رقم اتنين was aware طب الفعل يخدنا where رقم ثلاثة ادي الفعل رقم اربعة ادي الفعل وال ing ذا السؤال في زمن الماضي الايه الماضي المستمر what were you don't ماذا كنت تفعل when i found you لما اتصلت بيك رقم ثلاثة بيقول لي هنا ايه لان قبل when بيجي لي بعدها هنا ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر فهو سؤال ده ترتيب السؤال في الماضي المستمر وما سيجب علينا the historic places نعمل ايه في الاماكن التاريخية around the world حول العالم في العالم كده المفروض نعمل ايه في الاماكن التاريخية connect يعني يتصل او يتواصل suspect suspect هنا بمعنى يشتبه به او مشتبه protect لازم نفروض نحمي الاماكن التاريخية دي والأفكت يعني يؤثر لازم نحن protect the this historic places نحمي هذه الاماكن التاريخية رقم 4 رقم 5 اشتريت لي بعض من العصير عندي تاني جملة ادي الفاعل والتصريف التاني يبقى دي تاني جملة عندي هي ماضي ايه ماضي بسيط واول جملة هنا بعد ويل لازم بيجيلي ايه ماضي مستمر تمام ايه بتاخد معا ايه read المصدر is reading is وانا بقرأ كده عن الايه عن متحف اشتريت لبعض من العصير بعد كده صفحة 235 والسؤال رقم 6 هل تستطيع يعني تشرح plan يعني يخطط او خطة no يعني يعرف recognize يعني يتعرف يبقى can you explain ممكن ان انت تشرح او توضح هو تيومين اللي انت تقصده رقم 7 نقط ايه للخيل are really wonderful بيكون رائع جدا i like watching then بحب اشاهدهم so much كتير in the stadium بحب اشوف كده في الاستاد ايه للخيول ريونزي بحب اشوف لهم البقايا الاسارية ولا races بحب اشوف السباءات بتاعت الخيل ولا السيبولز اللي هي استبلات بتاعتهم استبلات دي مكان ما بيناموا ولا places الاماكن طبعا بحب اشوف ريسز horse races سباءات الخيل رقم سبع رقم تمانية يعني بينما او اثناء ما مستر عمر كان يمشي لي العمل يبقى عندي اثناء جالي بعدها ادي الفعل مفرد كده على طول ماضي مستمر هو ايه لصديق قديم لصديق قديم ولوس تخسره ولا صورة صديق قديم ده هو ماشي يعني اعطى يبقى هو ماشي كده شافه يبقى صوي يبقى كده جالي ماضي ايه بسيط يبقى رأى صديق قديم رقم تسعة مسلة المالكة بتكون بجوار ذا نقاط تيمز ان لندن تيمز ده ايه بيكون ايه كنال 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 يعني بيكون كناه كده في لندن ولا اوشن ولا محيط في لندن ولا سي بحر ولا ريفر نهر طبعا عندي هنا بتكون المسلة دي بجوار ذا ريفر تيمز ان لندن بجوار نهر تيمز في لندن رقم عشرة من السياح جوتو الاكسر بيروحوا للاكسر عشان ان هما يستمتعوا بزيارة ايه هيروحوا للاكسر يستمتعوا بزيارة هاي يستمتعوا بزيارة الاهرامات ولا المعابد ولا طورز الابراك ولا الشواطئ طبعا هيروحوا هناك عشان يستمتعوا بزيارة المعابد يجي بعد كده الجزء الخاص بتصحيح الخطأ بيقول لي هنا ايه لازم ان انت تاكل وايه تاكل وتشرب في المتحف لازم تاكل وتشرب ولا يجي بقى لا يبقى ماصنوت طب انا عايزة اختصرها هتبقى ماصنت اختصار ماصنوت رقم اتنين از يعني بينما او اسناء اي فون اي فون اي فون يبقى اي فون ورانج ادي الفاعل وضع التصريف التاني كده ماضي ايه ماضي بسيط طب اول جملة بتبقى ماضي ايه بتبقى ماضي مستمر تمام عايزة ماضي مستمر او يبقى تاخد معها اي بتاخد معها واضح والفاعل والاي ان يجي هتبقى ريدنج يعني وانا كنت ايه وانا كنت بقرأ رقم ثلاثة حسن أثناء ما حسن كان بيلعب كرة قدم يعني زراعة قصر يبقى أرم الزراعة يبقى حسن بينما حسن يبقى عندي بعد كده بعد معنى أثناء أو خلال بيجي لماضي مستمر كمان زي أزب الزب يبقى باخد معها واز والفعل مفرد الفعل مفرد ياخد واز يعني كان يعني كان بيلعب فوتبول كرة قدم رقم أربعة أثناء أو خلال الدروس أو الحصص لازم تستمع للمدرس مصر لابد أن يأتي بعدها الفعل في المصدر هنشلو ال-ing هتبقى فقط الجزء الخاص بالكتاب يعني مكان إيه مكان تاريخي انت إيه انت زرته ده أصلاً ما الجواب عندي في نهاية الكتاب وإذن الله أقدم لكم أهم البراقرافات والإيميلات الهامة والمتوقع لمنهج الصف الثاني الإعدادي الترمي الأول بعد كده جيب لي هناك اختبار مصغر لطلاب الأزهر الشريف بيقول هنا أكمل الأجزاء النقصة في الحوارين القصرين التاليين أول سؤال هنا شاهد وأمنية شاهد بتقول إيه اللي إحنا ممكن يعني يتعلم نتعلمه يعني من الأماكن التاريخية دي المفروض إن إحنا أو نقدر إن إحنا نتعلم إيه ممكن هتقول لها التعلم أشياء عن إيه التاريخ بتاعنا يبقى وي نحن كان نستطيع بعدها الفعل في المصدر نقدر إن إحنا نتعلم إيه عن التاريخ بتاعنا أو عن تاريخنا يعني عن بنتعلم عن التاريخ بتاعنا هنا أحمد بيسأل اللي هو الموظف بتاع حاجز التذاكر موظف حاجز التذاكر بيقوله يعني بيكون مفتوح من ثمانية لثلاثة يوميا يعني ما عدا ما عدا أيام الجمع يبقى بيقوله أنتو بتفتحوا إمتى إيه هي ساعات العمل لديكم ما هي ساعات العمل لديكم إيه هي ساعات العمل لديكم نجي بعد كده جزء الخاص بالاختيارات كتير من المسلمين بيروحوا لفين عشان أنه هما يصلوا بانكس هيروحوا البنوك يصلوا ولا سكورز هيصلوا في المدارس ولا ماركس هيصلوا في المساجد ولا ماركس في الأسواق طبعا هيصلوا إيه هيروحوا لفين جوتو موسكس للمساجد طبعا هي عشان يصلوا سامي بيكون مهتم عايزون نقول مهتم بي بمشاهدة التليفزيون يعني مهتم بي رقم ثلاثة الناس بتصنع إيه من السلصال اللي هو جاي أصلا من نهر النيل بنصنع إيه من السلصال بوكسز اللي هي السنديق ولا تيبلز اللي هي الترابيزات ولا بوتس بنصنع منه الأواني ولا بنزل لإقلام الجاف طبعا بنصنع منه الأواني رقم أربع ويل وسامي كده كان بيأكل يبقى دي ويل معنى أثناء أو خلال جالي بعدها سامي مفرد كده ماضي مستمر يبقى الجملة التانية على طول ماضي بسيط لو حدث قصير وقطع الحدث الطويل لكن لو الحدثين الاتنين مستمرين يبقى الجملتين ماضي مستمر يبقى ذافون إيه رينجز الفاعلة وبه الأس يعني بيغني أو الغناء ولا رينجي كده المصدر ولا رينجي رنة يبقى التليفون رنة عشان عايز الماضي بسيط الفاعل والتصريف الايه التاني رقم خمسة سموكم كان التدخين ممكن يعمل ايه في صحتك وي يعني يزن دامج يدمر سبيند يقضي أو ينفق سمير يشم طبعا التدمير ممكن يدمر صحتك وهنا اللي هما التلاميذ يجب يجب يعملوا ايه في المياه اللي بتكون قذرة أو المياه المتسخة المفروض انهم ما يشربوهاش كده المصدر كده الفاعل وبه الأس درنك في الماضي درنك تصريف تالت بعد مصنت أو مصد لابد ان يأتي الفاعل في المصدر هنختار درنك يبقى الفاعل في المصدر بعد مصد أو مصن هنكتب عن اللي هما مين المصريين القدماء وبإذن الله هقدم لكم أهم الباروغرافات الهامة والمتوقعة